اشتركوا في القناة مل مجرد مرور سريع بنقاط رئيسية مثلا اخر فترة من حياته الجاسوسية كانت في بيروت فيذكر ان هذه الفترة لن يتكلم عنها لان مثلما الوثائق البريطانية لا يرفع عنها السرية الا بعد خمسين سنة فمن باب اولى ان لا اتكلم عن احداث مضى عليها اثنى عشر سنة فقط كيم فليبي هو ابن هاري جون فليبي الذي اعتنق الاسلام بعدها واصبح اسمه عبدالله فليبي واستقر بالسعودية هذا الرجل كيم فليبي لما دخل جامعة كامبريج كان يساريا ولكن كما يقول في مذكراته بعد فشل حكومة العمال وسقوطها في بريطانيا تعمق اكثر في قراءة كلاسيكية اليسار الاوروبي ومع كثرة النقاشات وحدتها تحول الى الشيوعية واعتنقها عن قناعة كاملة وبعد تخرجه نذر نفسه لان يخدم هذه القضية بكل ما يملك ثم جند هو واربعة من اصحابه كانوا في نفس الجامعة ويحملون نفس التوجه عرفوا لاحقا في تاريخ الاستخبارات بخماسي كامبريج وكانوا هؤلاء يعملون مع الاتحاد السوفيتي شاءت الظروف ان يعمل اثناء الحرب العالمية الثانية مع المخابرات البريطانية الخارجية SIS او IM6 وتدرج في المناصب الى ان مسك منصب مكافحة التجسس في القسم الشيوعي وتنقل في المناصب الى ان ضيق الخناق عليه وتراكمت المعلومات عفوا نفت المعلومات هنا وهناك وسظافرت الشهادات انه جاسوس سوفيتي فهرم الى الاتحاد السوفيتي معلنا على هويته الحقيقية في كتابه انه ضابط في الاستخبارات السوفيتي فكان هذا الرجل الذي اطلع على اخص خصوصيات الاستخبارات البريطانية والامريكية في وقت لاحق لما انتذب للعمل هناك كان جاسوسا سوفيتي في الكتاب لم يذكر اي معلومة قد مررها الى الاتحاد السوفيتي ولم يناقش القضايا عن قناعة ايديولوجية بل كان مجرد راو تعوزه الكثير من التفاصيل ولا شك ان رجال الاتحاد السوفيتي كان لهم دور في مراجعة الكتاب وغربلته وحنف الكثير من تفاصيله مثلا تكلم عن طرق عمل الاستخبارات البريطانية اثناء الحرب العالمية الثانية وتقسيمات العمل داخلها وكيف تطورت بعد الحرب وتكلم عن انتدابه للعمل في تركيا وكيف كانت نظرة الدول الغربية لتركيا في خضم الحرب الباردة وتقييمه للمخابرات التركية ودورها والعمليات التي كانت تقوم من خلالها الى الاتحاد السوفيتي ثم كيف داق الخناق عليه بعد هروب اصحابه الى الاتحاد السوفيتي الى ان لاحقهم هناك فهو يقول في المقدمة ان ما اخر نشر الكتاب هو استشارته لبعض الاصدقاء ولا شك ان هؤلاء الاصدقاء ليسوا سعيدين ان تكلم بالتفصيل عن عملياتهم داخل الغرب مما قد ينبه الغرب او يكشف تفاصيل تقود الى خيوط جديدة تستطيع من خلال الكتاب دراسة سيكولوجية العميل المزدوج الذي ينسى نفسه احيانا ويتماهى في الكلام مع جهاز عدوه ويتكلم وكأنه شخص منهم ويدافع عنهم وينسى انه في الحقيقة لم يوجد في هذا المكان الا لهد هذا الجهاز وافشاله وفي معلومات مفيدة جدا عن واقع الحرب العالمية الثانية وعملها الاستخباراتي وعن تقاطع السياسة مع الاستخبارات يعني اثرت ثانية على الاولى وفي معلومات مفيدة جدا عن واقع الحرب العالمية الثانية وعملها الاستخباراتي وعن تقاطع السياسة مع الاستخبارات يعني اثر الثانية على الاولى ولا ازعم ان الكاتب لا قيمة له بل كان مخيبا للامال وكنت متوقعا تفاصيل غزيرة كالتي اوردها بيتر رايت في كتابه صائد الجواسيس ولكن كانت رؤوس اقلام مما لفت انتباهي في هذا الكتاب مقولته ففي الشرق الاوسط وبناء على تجربة يعتبر الصحفيون جواسيس وهذا صحيح على وجه العموم الصفحة 52 اشتركوا في القناة